الطيور الغازية خطر يهدد البيئة والتنوع الأحياء في سلطنة عمان استدعى حملة لمكافحتها لكون الأضرار التي تسببها باتساع الرقعة الجغرافية للمواقع كبيرة إذ يوجد طائر الميناء في مختلف التضاريس ذات الظروف المناخية المتباينة وبعض المناطق الجبلية ومناطق الأودية وينحصر وجود الغراب الدوري في المناطق الساحلية هذا المؤتمر هو عبارة عن شراكة ما بين هيئة البيئة ومختلف الجهات المشاركة ضمن اللجنة الرئيسية بالإضافة إلى شراك المجتمع كونه عضو أساسي لعملية المكافحة كذلك من خلال المؤتمر إن شاء الله سنبين آلية بدء الحملة والمناطق التي ستشملها وآلية العمل فيها والإقراءات التي سنتخذها تقتات الطيور الغازية الأكثر ضرراً كالميناء والغراب الدوري على الزواحف والقوارض بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية والثمار والحبوب وتأثيرها كبير على النظام البيئي والتوازن مكوناته الأمر الذي يؤدي إلى الخلل في عناصر السلسلة الغذائية هناك ضرار بيئية واقتصادية واكتماعية لهذا الطائر فطبعاً سلطنة عمان من الدول أيضاً معرضة لوجود هذا الطائر وبشكل خاص في بعض المحافظات مثل محافظة الضفار وقنوب وشمال الباطنة وأيضاً محافظة مصغة ستقوم بلدية الضفار من خلال هذا الشأن في تنفيذ بعض الأعمال المكلفة فيها من خلال أعمدة الإنارة وإضافة إلى بعض المواقع المشارلها في الاجتماعات السابقة ولمكافحة هذه الطيور الغازية نظراً لانتشارها بكثرة في محافظة الضفار ستطبق خلال حملة مكافحة الطيور الغازية في سلطنة عمان آليات المكافحة التي نفذت خلال فترة التجارب وأثبتت نجاحها في الحد من انتشار هذه الأنواع ومكافحتها كما تعول الحملة على الوعي المجتمعي واتباع كافة الإجراءات واللوائح من الجهات ذات الإختصاص وصلت الطيور الغازية إلى سلطنة عمان عن طريق الموانئ فعند وصول السفن والبواخر تكون هذه الطيور مصاحبة لها بالإضافة لتوريدها كطيور للزينة عبدالله بن صالح الريسي مصقط